السلام عليكم مرحبا بكل متتبعي قناة ألاء التعليمية أعزائي تلميذ سنة ثالثة اليوم سندرس نص القراءة تحت عنوان ختان زهير بدأوا ألاء نقرأ النص نعم ختان زهير أطلت بشائر الوليمة وبدأت الاستعدادات على قدم وساق في ضيعة جدي ها هي هذه جدتي وأمي مع عماتي في البهوي وقد انظمت إليهن الخالات والقريبات والجارات في ورشة في ورشات في ورشات أقيمت لإعداد الكعك الكعك والحلوة أما أنا فكنت مع كوكبة من الأطفال لا ندخل لا ندخل لا ندخل لا ندخل جهدا لتحويل الدار الكبير لتحويل لتحويل الدار الكبير إلى ساحة لعب إلى ساحة إلى ساحة إلى ساحة إلى ساحة لعب لعب في انتظار لعب في انتظار لعب في انتظار اليوم 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 الموحي 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 آشية الحفلي سينا البيت بأفخر الأفرشة للموحي الموحي 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 الجر أعمالي الحلي والحلي والحللي جلس أخي الصغير زهير على عرشه كالبدر مرتديا قميصا طويلة ناصح البياض وسطرة من القاطفة المطار رزتي بخيوط الفتلة الذهبية وتربوشا أحمر وتربوشا أحمر الجميع معجب به وكل طلباته مجابة مجابة وضعت جدة الحناء في إناء من النحاسي وبللته بماء الزهري وبدأت تخضب يد زهير وما لبثت النسوة يرددنا أغاني ومدائحة دينية تعلوها الزغاري تقبى ذلك شرعنا في تقديم الهدايا ووضع النقود في حجر زهير الذي التفت إلى يمينه مخاطبا أمي مخاطبا أمي مخاطبا أمي كل هذه النقود لي فأجابته أمي فأجابته والفرح والفرحة تغمرها نعم يا حبيبي بشرك وهناك يوم ختانك تغرضة طويلة الآن ننتقل إلى كلمات الجديدة ألبهو قاعة الاستقبال يا قاعة كبيرة لاستقبال ثيوف ناصع صاف وواضح تخضب تلون يده بالحناء هات من النص ما يلي مرادف لكل كلمة مش معناها مرادف؟ معناها لها نفس المعنى نبدأ مقوله شرح الكلمات نبدأ مجموعة نقوله مجموعة ولا مش مذكرة في النص؟ مجموعة ولا كوكبة كوكبة المنتظر المنتظر اليومي قاله الموعود المنتظر الموعود تملأها 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 تغمرها تغمرها بدأ كما قلنا دي ما يعطيكم مفرد ولا ضد ولا فيه هذاك مصرف شيء معين رغم يطلبهم عندك نفسه كما هناك قلنا في شكل تاحها نفسها تملأها تغمرها بدأنا بدأنا شرعنا شرعنا بدأ ولا بدأت معناها شرعت نعم ضد نقوله هات من النص ضد لكل كلمة ضد هي عكسها نعم أبشع أبشع أجمل أجمل صبيحة صبيحة عشية عشية أحسنتي الصغيرة الكبيرة الحزن الفرح مصحف النص مهو شي مذكور كلمة فرح مذكور الهناء نعم كلمة هذه المعارات تفتحها مشوية صعب مصحفت لقدوا مشوية سهلين الآن انتقلوا إلى أقرأوا وأفهموا اختر الإجابة الصحيحة المناسبة التي يتحدث عنها النص حفلة ختان حفلة عيد ميلاد حفلة زفاف أو حفلة نجاح هي حفلة ختان جملة مفيدة المناسبة التي يتحدث عنها النص هي حفلة ختان حفلة ختان نعم الآن انتقلوا الأسئلة هذه نحاولوا نجوبوا عليهم سؤال بسؤال أين أقيم هذا العرس؟ أقيم هذا العرس في قاعة الاستقبال لا نقولوا أقيم هذا العرس أو الختان في ضيعة جد زهير أقيم هذا العرس أو الختان في ضيعة جد زهير كيف ذلك؟ كيف يش حذروا معها؟ كيف ساعدوها؟ نقولوا كان ذلك من خلال ورشات لإعداد الكعك والحلوة نعم ننتقلوا الآن السؤال الثاني ماذا فعلت أختي زهير؟ ومن ساعدها في ذلك؟ ماذا فعلت أختي زهير؟ فعلت أختي زهير؟ ما نقولوا شو فعلت أختي زهير؟ نقولوا حولت أختي زهير الدارة الكبيرة إلى ساحة لعب أحسنتي من ساعدها في ذلك؟ نقولوا ساعدها في ذلك الأطفال وذلك نقول وذلك بمساعدة كوكبة من الأطفال كيف كان البيت عشية الحفل؟ كان البيت عشية الحفل مزينا بش مزينا نقولوا كان البيت عشية الحفل مزينا بأفخر الأفرشة وأجمل الزرابي نعم بماذا تتزين المدعوات؟ تتزين المدعوات بالحلي بالحلي أليت شير إلى أذنيها ويديها نقولوا لهم أذوقا اسموهم الحلي والحلل أين جلس زهير؟ جلس زهير جلس زهير على عرشه كالبدر نعم وماذا كان مرتديا؟ كان مرتديا قميصا بيض قميصا قميصا طويلا نعم قميصا طويلا ناصع البيض كون قميصا مشيق وسترة وسترة من القطيفة المطرزة بخيوط الفتلة الذهبية وطربوشا أحمر وطربوشا أحرى الآن نرجع الأسئلة كيف كان يعامله الآخرون كان يعامله الآخرون بإعجاب ها كانوا معجبين قلوا كان يعامله الآخرون بالتودد والإعجاب وكانت كل طلباته مجابع نعم ماذا فعلت الجدة وضعت الجدة الحناء كانت الجدة تحذر الحناء ووضعتها في إناء من نحاس وبللتها بماء الزهر وخضبت يد زهير بماذا تقوم النسوة اللائح ضرنا العرس بماذا تقوم تقوم النسوة اللائح ضرنا العرس بترديد الأغاني والمدائح الدينية والزغاري ماذا قدمت النسبة لزهير قدمت النسبة لزهير ماذا قدمت له النقود ماذا قدمت له النقود والهدايا الهدايا ووضع النقود في حجر زهير في حجر زهير هنأت الأم ابنها ماذا قالت له يا حبيبي هنأت الأم ابنها فقالت بشراك وهناك يوم ختانك تحذيرات التي تصبق حفل الختان التحذيرات التي تصبق حفل الختان هي 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 تزيين المنزل مثلا تزيين المنزل شراء 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 ملابس جديدة للختان شراء لباس الختان صنع الحلويات والكعك نعم الأفراح والأعراس مناسبة لجمع شمل أهل والأحباب نعم نعم الأفراح والأعراس مناسبة لجمع شمل أهل والأحباب ما رأيك في ذلك نقوله هي مناسبة جيدة لأنها تجتمع فيها المدعبون من الأهل والأقارب والأحباب والخالات هذك هما نقوله الخالات العمات هما كل أقارب ما هي مظاهر الاحتفال المذكورة في النص مظاهر الاحتفال المذكورة في النص هي حضور حضور الخالات والقريبات حضور المدعوين إلى للحفل نعم جلوس زهير على زهير على عرشه عرشه وضع 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 الحناء وضع الحناء الحناء تقديم إلى اللقاء أصدقائي ملتقنا فيديو آخر ملتقائي